موسيقى نشرة الأخبار الرئيس عبر الاقتصادية الأولى إليكم أبرز عنوينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة عمل إلى قطر تدوم يومين الوزير الأول يشرف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ويدعو الدول الأجنبية لاسترجاع الأموال المنهبة موسيقى وزير التعليمي العلي يكشف استحداث تكوينات وتخصصات جديدة وأربع عشرة ملحقة تكوين تابعة لكلية الطب موسيقى وفي روبرتاج النشرة ارتفاع في أسعار الفواكه الموسمية عبر الأسواق يحدث تدمرا لدى المستهلكين موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بداية غادر رئيسها الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجزائر متوجها إلى دولة قطر في زيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وكان في توديع رئيسها الجمهورية كلا من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق والسعيد شنغريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العربوي في خبر آخر أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالمركز الدولي للمؤتمرات على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027 التي جاءت تتويجا للمصاري القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد الوزير الأول أكد في كلمة له أن رئيس الجمهورية أولى منذ انتخابه عناية كبيرة لمحاربة الفساد بشتى أشكاله بهدف بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقالون وأولى منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله لقد أولى السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه حتى تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية الوزير والأول قال كذلك أن الحكومة قامت بجعل هدف مكافحة الفساد وأخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطط عملها السنوي عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل بالوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وكذلك مختلف المواد التي تناولت مواضيع ذات الصلة منها على سبيل الذكر ولا الحصر ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب وتفعيل دور المجتمع البدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح وأن لا تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للإثراء والصراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة الضيقة على حساب المصالح العامة بن عبد الرحمن أكد كذلك أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبليا على أسس ومناهج علمية من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقناتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار أدعو كل البلدان والشركاء الأجانب من أجل مساعدتنا ومساعدة الدول النامية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج فلا يستقيم أن تطلب من هذه الدول وهذه الهيئات أن نكافح الفساد وأن نكافح الرشوة ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة بل وتوفير أحيانا الملاذة الآمن لهذه الأموال المهربة أقرت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي ترتيبات بداغوجية جديدة خاصة بالموسم الجامعي 2023-2024 تصب في إطار تعزيز ميدان العلوم والتكنولوجيا من خلال فتح جملة من العروض أمام حاملية البكالوريا الجدد التفاصيل مع فاطمة زايري تعزيز التكوين في ميدان العلوم والتكنولوجيا في الجامعات الجزائرية ابتداء من الموسم القادم سيكون عبر تقديم عروض تأهيل جديدة من بينها 89 عرضا تكوينيا لشهادة المهندس عبر 52 مؤسسة جامعية لترتفع بذلك عروض التكوين في هذا المجال إلى 128 حيث تم لأول مرة تأهيل عروض تكوين عن بعد عبر 12 جامعة نموذجية مقسمة على 6 شهادات الليسونس و6 شهادات ماستر استحداث المدارس الوطنية العليا كالمدرسة العليا لعلوم النانو والمدرسة العليا للأنظمة المستقلة وفتح مدارس جديدة لتكوين الأساتدة وكذا فتح عروض تكوينية جديدة ضمن شبكات موضوعاتية تقوم على الجمع بين عدة مؤسسات جامعية على غرار تحلية مياه البحر والمياه المعالجة وتخصص الهايدروجين الأخضر من استراتيجية الوزارة لتعزيز التخصصات الجامعية فتح ملحقات تابعة للمؤسسات الجامعية على غرار العلوم الطبية التي ستعرف فتح 14 ملحقة في 14 مؤسسات جامعية تابعة لكليات الطب الحالية لضمان التكوين ما قبل العياد من شأنه تعزيز نقاط التكوين في عدة تخصصات على غرار الصيدلة والبيطرة وغيرها كما تم الإعلان عن إطلاق تطبيق والذي يمكن تحمله على مستوى الهواتف الدكية ويهتف إلى تمكين جميع فواعل الأسرة الجامعية من الاستفادة من الخدمات الرقمية التي أعدها القطاع والتي يقدر عددها بـ 54 خدمة و 46 منصة رقمية في تعاون قال رئيس منتدى الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون في حوار الإذاعة الدولية قال إن المبادلات التجارية بين الجزائر وواشنطن هي في حدود 5 مليارات دولار ومن المتوقع أن ترتفع هذه المبادلات خاصة في مجال المحروقات من خلال جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة ويستعد المنتدى من أجل هذا الغرض لعقد ندوة الأعمال الجزائرية الأمريكية في العاصمة واشنطن شهر أكتوبر المقبل كشفت مؤسسة بريدي الجزائر في منشور لها أنه بناء على التحديثات الأخيرة لبريدي الجزائر فإنه تم رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني إلى 500 ألف دينار جزائري أي 50 مليون سنتيم ويتعلق الأمر بتحميل تطبيق بريدي موب في روبرتاجي النشر وبالرغم من أننا في موسم الصيف أين يكثر تنوع المحاصيل الموسمية إلا أن أسعار الفواكه لم تنخفط بل تشهد ارتفاعا مستمرا وينطبق ذلك حتى على الفواكه السريعة التلف ونحن نشهد موجة الحر الشديدة اتباع بأسعار غير معقولة ما أحدث تدمرا واسعا في أوساط المستهلكين تقول أميرة أمكيتش تشهد أسعار الفواكه الموسمية ارتفاعا محسوسا متخطية بذلك كل التوقعات مع زيادة الطلب عليها في هذا الصيف الحار ولم يستثني الارتفاع أي نوع من أنواع هذه الفواكه عاليين بزاف ما نشقدر عليهم كما لحب الملوك السنة على ميو عشرين مش مشتي خمسة وثلاثين ما زيما السنة الفاكهة ما قوليش دخلناها كيما أبقى الفين حطها في قطابلاء ناكلوها السنة ولوك كان الفاكهة كان يدير بسومة ما ما تيما جينيش وتعود أسباب ارتفاع الفواكه الموسمية إلى عدة عوامل أسعار الفواكه هذه السنة كانت مرتفعة قياسا بأسعارها في سنوات الماضية وهذا رجع إذا نقص في الإنتاج من جهة نقص معنتها في العرض الكثير من الفلاحين يشتكون معنتها من خسائر يشتكون معنتها من أزمة يشتكون ممكن ارتفاع أيضا تكاليف الإنتاج في الفترة السابقة وهذا أثر على السعر الفواكه هذه السنة الأمر الثاني من نساوش أيضا من استيراد الفواكه أو تقليص استيراد الفواكه هذا ويقابل زيادة الطلب على الفواكه في هذا الموسم نقص العرض حيث تتبين الأسعار من منطقة إلى أخرى مع الفلاحات نبقى حيث انطلقت قبل أيام عملية الحصاد للموسم الفلاحي 2022-2023 عبر كافة ولايات الوطن منها ولاية بومرداس التي عانت كباقي الولايات من الوطن من ظروف صعبة متباينة بين الجفاف والفيضانات أثرت سلبا على نسبة إنتاج هذا الموسم فاطمة زايري زارت أحدى المستثمرات الفلاحية ببومرداس وأعدت الموضوع التالي بعد موسم فلاحي جاف قضاه الفلاحون في ولاية بومرداس بصعوبة كغيرها من مناطق الوطن جاءت أمطار مايا الغزيرة لتزيد الطينبلة حيث تضررت الكثير من المحاصيل وتراجع الإنتاج حسب المختصين في القطاع الفلاحي وهذا العام على كل حال للأسف كانت كمية الأمطار ممطرة ولا يمكنني على كل حال نتقبلها هذا أمر إليه ما نطقوش ندخله في أمر اللي تكون به ربي العالمي إن شاء الله يعوض لنا المردودية رأي ضعيفة وضعيفة جدا رأي ضعيفة وضعيفة جدا جدا لأن هذا العام من بداية الفصل في أكتوبر ونوفمبر كانت كمية الأمطار مايش موجودة في نوفمبر زرعنا في بعض الأعراضي وين كانت يعني النسبة على الرطوبة فوقتها ما تجاوز عشر سنتيمات أكثر من ألفي هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب تحصيها الولاية موزعة بين القمح السلب والليين والشعير جمع المحصول هذا لهذا المحصول راح يروح نبعثوه لأماكن التخزين المتواجدة بذراع بنخدع تيجي ويسو القرارات تعل السلطة قررت باش يدير أماكن للتخزين على مستوى جميع الولايات وين حنا ولاية بو مرداس براي مستفادة مستفادة بهذا النوع من المخازن وين تم فيها تأيين الأرضية وين دلنا الأرضية ورسلنا الوزارة الداخلية وعطونا الموافقة وبإذن الله وبإذن الله راح يتم وضع حجر الأساس في الأيام القليلة الآتية شاء الله مطالب كثيرة للفلاحين لطلب تعويض الخسائر الناجمة عن الظروف الطبيعية تحت شعار تعويضنا بالدنار أفضل من أن تستورد بالدولار لتحقيق الاكتفاء الداتي والوصول إلى نتائج مهمة الموسم المقبل في أخبارنا الدولية أصدرت عدة دول أوروبية وولايات أمريكية إنذارات إلى السكان محذرة من موجات الحر الشديدة التي تشتاه العالم حيث تنبأ الخبراء بأن الحرارة الشديدة ستكون لها تأثيرات خطيرة وستكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على الدول لسيما الأوروبية حيث يتوقع الباحثون انخفاضا في إنتاج القمح في أوروبا بنسبة 10% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2000 وانخفاض كمية حصاد الذرة بنسبة 40% في نفس الفترة بالإضافة إلى أخطار حرائق الغبات وشح المياه والفيضانات أظهر استطلاع أجره مكتب والإحصائي الوطني في بريطانيا أن 5% من البالغين أكدوا أن الطعام اختفى من على موائدهم خلال الأسبوعين الماضيين وأنه لم يعد بمقدورهم تحمل نفقات الطعام وارتفعت النسبة إلى 28% للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل وفي العام الماضي ارتفعت أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ أربعة عقود وارتفع معدل والتضخم السنوي إلى 7.9% خلال 12 شهرا في أحدثي التقارير الصادرة عن المؤسسة المالية جولمان ساكس وهي من أشهر المؤسسة المصرفية في العالم أكدت أن الهند ستصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم عام 2075 بعد الصين حيث تحتل اليوم المرتبة الخامسة عالميا وهذا بعد التطور الكبير الذي يشهده اقتصاد هذا البلد التقرير لهدى جمعي الهند التي تتجمع بها كل معطيات أفضل النسب بين سكان فيما يتعلق بسن العمل وعدد الأطفال وكبار السن تسير نحو تعزيز المشاركة داخل القوة العاملة وتوفير التدريب والمهارات لطبقتها المنتجة ما سيساعدها على الاستمرار في تنمية الخدمات ومواصلة نمو البنية التحتية بحسب جولدمان ساكس فإن الهند التي تحتل حاليا المرتبة الخامسة في الاقتصاد العالمي قد حققت تقدما كبيرا في الابتكار والتكنولوجيا ناهيك عن مساهمة استثمار رؤوس الأموال في النمو مستقبلا وبلغة الأرقام وبحسب ذات الوكالة فإن الهند ستعرف أدنى نسبة للسكان خارج سن العمل بين الاقتصادات الكبيرة خلال العشرين عاما القادمة إضافة إلى القفزة النوعية التي حققتها البلد في مجال رقمنة الاقتصاد وقوة تدفق الإنترنت ووضعها لرقم تعريف فريد هو أكبر نظام بيومتري في العالم فجولدمان ساكس تقول إن الاقتصاد الهندي يحاركه الطلب المحلي والتصدير وهو ما يشكل حوالي 55 إلى 60% من الاقتصاد الكلي انتقال الهند إلى طاقة الخضراء سيشكل فرصة استثمارية كبيرة لها فهي عازمة على الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2070 وبالمختصر فإن البلد الذي أصبح ينافس الدول الكبرى في مجال الفضاء يؤخطط لأن يكون ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم مستقبلا آخر مواضعي النشر سيكون رياضيا بالتحديد رياضة الجولف التي يفضل عشاقها السفر إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة التي تضم أفضل الملاعب في العالم بالإضافة إلى الملافق العديدة التي تتوفر عليها النواد الإماراتية فاطمة رئيس والتفاصيل تعد الإمارات الوجهة المفضلة للاعب رياضة الجولف فهي تقدم مزيجا من الفخامة والملاعب ذات المستوى العالمي حيث يتدفق عشاق الجولف من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدينة النابضة بالحياة لخوض تجربة جمال لمثيل له وتصميم لا تشوبه شائبة لملاعب الجولف ملاعب الجولف بدبي حققت في عام 2015 إرادات بقيمة مليار دولار وبلغ نصيب لعبة الجولف منها نحو 170 مليون دولار أي ما يزيد عن 25% من إجمالية الإرادات التي حققها القطاع وفي عام 2017 وحده زارت دولة أكثر من 60 ألف لاعب من مختلف دول العالم ووصل المبلغ الذي أتى من الخارج إلى 131 مليون دولار ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ مع زيادة شعبية لعبة الجولف التي تعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الرياضي بدولة الإمارات كما أسهمت هذه الملاعب في استضافة أبرز البطولات العالمية والفعاليات الكبرى التي تنظمها مجموعة الجولة الأوروبية وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم ما جعل قطاع الرياضة في الدولة يشهد تدفقا هائلا للمال سبب رياضة الإمارات في هذه اللعبة كثيرة منها سهولة الوصول إليها وتنوع الفعاليات الترفيهية والسياحية فقد سنفت في عام 2023 كوجهة للغولف للعام يأتي إليها العديد من عشاق الغولف من جميع أنحاء العالم لتلقي خدمات لا تتوفر في غير الإمارات ولا ترتقي برأيهم إلى المستوى بداية نطوي أوراق نشر قبل أن نفترخ تذكير بأهم عنوينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة عمل إلى قطر تدوم يومين الوزير الأول يشرف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ويدعو الدول الأجنبية لاسترجاع الأموال المنهوبة وزيرها التعليمي العالي يكشف استحداث تكوينات وتخصصات جديدة وأربع عشرة ملحقة تكوين تابعة لكلية الطب وفي روبرتاج النشر تابعتم ارتفاع في أسعار الفواكه الموسمية عبر الأسواق يحدث تدمرا لدى المستهلكين أطيب المنا وفي أمان الله